موسيقى قضت محكمة جناية الزقزيق بمعاقبة الطالب محمد سعيد مرسي نجل شقيق الرئيس المعزول وثلاثة آخرين بالسجن المؤبد بتهمة الشروع في قتل طالب بجامعة الزقزيق والتحريض على العنف وإثارة الشغب وهو ما نفاه الطلاب وتعود وقاع القضية إلى ديسمبر من العام الماضي عندما وقعت اشتباكات بين عدد من الطلاب الرافضين للانقلاب وآخرين مؤيدين له داخل مقر الجامعة وينضم إلينا عبر الهاتف من الشرقية الحج سعيد مرسي شقيق الرئيس المعزول محمد مرسي ووالد الطالب محمد حج سعيد هناك مؤشرات تقول بأن ولدك محمد تورط بالفعل في شروع في قتل الطالب محمد فتحي وآخرين هل ترى هذا الحكم أو كيف ترى في هذا السياق أرى أرى في هذا السياق بأن هذا شغل تلفيق من أمن الجامعة مع جسم تالي الجزيج قاموا بتلفيق بعض الجضايا للطلبة بدون علمهم أو وجودهم ولا يعلموا أصلا هم لو جابوا محمد فتحي مش هيعرف محمد سعيد ولا محمد سعيد يعرف محمد فتحي والدة محمد فتحي قالت أن الولد ابنها قال لها يا ماما ابن أخو مرسي هو اللي ضربني بص يا أستاذنا بص بص أنا عادي أقول لك حاجة أنا جالي واحد من المستشفى الأحرار في حين ذاك الجضية يعني في حين ذاك اليوم واحد واحد عامل شغال بعقل في مستشفى الأحرار بالزجازية واحد بقى لحضرتك تمام تماعي معاك معاك قال لي أن أنا كنت مبارح في المستشفى كان في المستشفى هو شغال بعقل كويس عامل وجابوا ورحد مصاب ومعاه الشرطة ومعاه منذوب من خلال دريم وقالوا وقالوا أن احنا فيه عاوزين نعمل محضر بأن اللي ضربه فلان الفلاني اللي ضربه محمد ابنه الرئيس فالكترة رفضوا الموضوع في الاستجبال فلبسوا العامل بتوع الأمن وقناة دريم لبسوا العامل اللي شغال بعقل في المستشفى البلطو وعملوته كتوق طيب يعني وبعدين أكمل بس وبعدين بعد كده بتاع قناة دريم جاب أم الطالب اللي قاله أنه كان مشروع في قتله وجالت لأن والد أمامة محمد سعيد راح تعرضت عليها مليون جنيه عشان تتنزل عنه عن الجضاء وهذا الكلام كله كلام تلفيذ اللي أنا أعلم عنه شيء يعني أنت عايز تقول يا حج محمد يا حج سعيد أن القضية كلها متلفقة وأن حتى التقرير اللي اتعمل في إحدى القنوات ده تقرير مفبرك وأن كل الشخصيات اللي ظاهرت فيه شخصيات غير حقيقية يا أخوية مفبرك والدكتور اللي جابه للولد في الاستجبال كان عامل شغال باليومية واخد بلومتجارة طيب الدكتور كان عامل جابه في التقرير أم الولد وجده وزملاء اسمعني بس وبعدين رد علي اسمعني بس انت ورد علي وجابه زملاء للطالب محمد فتحي وشهود عيان كل دول كانوا شخصيات غير حقيقية ما هم دول دول الطالبة بتوع عشرة في الشيحي ما هو عشرة في الشيحي الشيحي له فرقة ملتجية طالبة من كل تربية راضية عشرة في الشيحي له ريس الجامعة وشريف عبد فتاح رجب له ريس حرس الجامعة دول الطالبة الناس الشرافاء اللي بيقول عنهم الشرافاء بتوع مصر هم دول اللي بيشتغلوا معاهم يعواروا الولد وياخدوه وتبقى القناة موجودة والمباحث موجودة وياخدوه روحوا على المستشفي والولد يقول اللي هم عاوزين يقولوه طيب يعني في اليوم ده معارضة أم الولد وقالت إن مامة محمد حايد عرضها عليها مليون جنيه ماشي وهي تعرف مامة محمد سعيد فين وشافتها ايه طيب حج سعيد اليوم ده بالفعل كان فيه اشتباكات حصلت بين الطلاب وحصل كان فيه بعض الطلاب حصل وفعلا حصلت عملات شغب وحصل اشتباكات وحصل اصابات محمد هل انت اكلمت مع محمد اليوم ده هل هو فعلا اشترك في اليوم ده بأي شكل من الاشكال او هو حكاكات يا اخويا بعد اذنك فضل بعد اذنك فضل اليوم ده كان محمد معي في البلد في العدو اه يعني ما كانش في الجامعة اصلا ما كانش في الجامعة اصلا وبعدين مش دي القضية الوحيدة لمحمد كمان محمد حطينه في كل قضية الطلبة في الجامعة عشان هو كان اتعاد طلبة قبل كده وكان اشرف الشيحي عاوز يترشح عميد رئيس جامعة والتعاد الطلبة اللي هم الناس المحتوىين ما ساعدوا مش في الانتخابات اخيرا يا حج سعيد حج سعيد هتستأنف على الحكم ولا ايه الخطوة المقبلة بقى دي جناعة تحب فينا يا اخوي طيب نسأل الله يعني يرزوخك الصبر ويعينك على ما انت فيه اشكرك الحج سعيد مرسي والد الطالب محمد سعيد مرسي المتهم في قضية الشروع بالقتل والذي حصل على حكم بالمؤبت